اهلا بكم مجددا مشاهدين وظيفي لهذا المساء ذاكرة مناظل وسيرة اعلامي وصوت الاحرار والمقاومة خلال فترة الغزو ارحب معاكم بالاعلام القدير فريح الاعنزين رحب فيك ابو خالد معانا حياك الله ومشكورين على هذه الاستطافة وخاصة نحن نعيش في هذه الايام ايام الافراح ايام الاعياد الوطنية وايام التحرير في الكويت شكرا لكم نعم ابو خالد يعني مثل ما قلنا في بداية الحلقة بان حلقتنا لهذا اليوم مخصصة لذكرى الغزو العراقي على الكويت لا بد من ذكريات وهذه الذكريات تتجدد بذكريات المقاومة والنضال وايضا التضحيات لقدمها ابناء الشعب الكويتي ولكن انت لك طعم خاص لهذه الذكريات لك ولي زملائك الاعلامين لما قمتوا فيها من دور في هذه المحنة كلمنا عن هذه الذكريات في ذكريات الغزو بو خالد هذه الذكريات على رغم هذه المدة الطويلة تحمل الغصة والألم في قلب كل كويتي وستستمر هذه الغصة والألم لأن هذه الحادثة هذه الكارثة أتت من جار شقيق وجار كانت العلاقات الأخوية وعلاقتنا العربية وعلاقتنا الإسلامية لم نكن نتصور في يوم الأيام أن يغزينا مثل العراق لكن هذه الغصة وهذا الألم يباريه ذكرى عزة وفخر لما قام فيها الكويتيون بكل فئاتهم فخرنا بتلاحمنا بتكاتفنا بعطائنا بدفاعنا عن أرضنا رغم أننا شعب صغير لكن كان العطاء أكبر أكبر بكثير من حجمنا كالصغر سكان وعدد رغم أننا في هذه الأيام المباركة نحتفل ويحق لنا أن نحتفل بأيام التحرير وأيام العيد الوطني عيد الاستقلال لكن دائما تلازم هذه الذكرى الأليمة سنبقى وستبقى بذاكرة الكويتيين إلى ما لمدى هذه الذكرى لكن عطاء الكويت كان كبيرا بكل فئاتهم بكل شرائحهم بكل مذاهبهم توحد الكويتيون في يوم كان يقول البعض والله من الكويت كانت طبعا حتى قبل أيام الغجو بفترة قصيرة كان في نوع من الاختلاف ما بين الشعب وما بين الحكومة ما بين فئات من الشعب وما بين فئات أخرى لكن عندما حصلت الكارثة للوطن فالكل تحت عباءة الوطن جند نفسه بكل إمكانياته حصل تلاحم وتكاتف بين الشعب والكويتي تلاحم أذهل العالم بما قام فيه الشعب الكويتي حتى أيام الخروج من الكويت كان عطاءات اللي خرجوا برا إعلاميا تكاتفا بمساعدات بمتابعتهم لبعضهم بمتابعتهم للناس اللي في الداخل الصمود اللي في الداخل اللي كان بشكل كبير كان رائع لا يمكن مهما تحدثت عنه لا يمكن أن توفي حق الصامدين صمودهم نعم أبو خالد يعني خلنا نتكلم عن احتفالاتنا لهذا الشهر احتفالات شهر فبراير يعني الاحتفالات تمر اليوم في ظل جائحة جائحة كورونا يعني كونك أبو خالد أعلامي باعتقادك شون غيرت هذه الجائحة وشون نقدر نحتفل بهذه المناسبة في ظل هذه الظروف أولا الكويتيون احنا نقول مثلا والله عيد الأم يحتفل بهالعالم بالسنة مرة ونحن كعرب ومسلمين نقول احنا نحتفل في عيد الأم كل يوم نحتفل في الأم الكويتيون يحتفلون بالكويت كل يوم كل يوم يتجدد حبهم كل يوم يتجدد ولائهم كل يوم يتجدد عطاءهم للكويت هذه الأيام تمر علينا بتحت ظروف الكورونا وهذه الجائحة لكن يبغى الكويتيون سيحتفلون بكويتهم سيحتفلون بيومهم الوطني سيحتفلون بيوم التحرير حتى في بيوتهم وفي قلوبهم لكن طبعا أكيد أيضا إذا الكويتيون يحبون الكويت واللي يحب الكويت يحتفل ضمن الاشتراطات الصحية التي تتطلبها الأمور الصحية سنحتفل حتى لو في بيوتنا سنحتفل حتى في قلوبنا والكويت دائما في قلوب الكل نعم أبو خالد في بداية حديثي تكلمت عن تكاتف وتلاحم الكويتين أثناء الغزو وأيضا في هذه الفترة من خلال الجائحة شفنا الكويتين تلاحموا وتكاتفوا في مواجهة هذا الوباء من خلال مشاركاتهم وتطابعهم في الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وكل شخص في مؤسسات الدولة شون تابعت بو خالد هذه الأزمة وهذه التلاحم من أبناء الشاب الكويتي في هذه الأزمة ذكرتنا بالكارثة الكبرى غزو الكويت الكويتيون اشتغلوا كل الأعمال أيام الغزو كل الأعمال بالنظافة بالخدمة بالتطوع بإيصال المساعدات والتموينات للآخرين بتشكيل خلايا مقاومة أيضا في هذه الكارثة هذه الجائحة جائحة كورونا شفنا الكويتيين بكل فئاتهم وبكل تخصصاتهم كيف تطوعوا وكيف عملوا في كل المجالات يعني هل مخالد المشهد تكرر في الجائحة؟ تكرر يمكن اختلف أقل الخطورة الموجودة حاليا إن شاء الله في جائحة كورونا لكن وبعدين على الكل في تلك الفترة كانت يعني بس للكويتيين اليوم الجائحة على الكل على الكويتي وعلى كل مقيم في أرض الكويت ورأينا هذا التلاحم وهذا التكاتف والحقيقة أيضا تقال حتى المقيمين وجدنا منهم العطاء والتطوع كلهم في مجاله من أطباء من صيادلة من ممرضين من عاملين في جمعيات في مؤسسات في جمعيات تطوعية وجمعيات خيرية الكل ساهم في هذه الجائحة نعم أبو خالق يعني خلنا نرجع حق بداياتك في بداية الغزو يعني أعتقد إذا تصحح لي في تاريخ أثنين ثمانية سنة تسعين يارك اتصال باستدعائك إلى خلنا نقول معسكر الجيوان اللي كانت تقع فيه الإذاعة السرية صحيح؟ خلنا نتكلم عن هذا اليوم تلقيك هذا الاتصال شون لبيته؟ شلو الإجراء اللي صار في تاريخ أثنين ثمانية؟ طبعا الاتصال أتى من المرحوم عبدالهادي أنا ترى ذاكرة عندي شوية الله أتلقيك تلقبطني المهم أبو فهد العبدالهادي طبعا لأني كنت يومها يمكن يأتي لأي إنسان آخر لكن لأني كنت يومها رئيسا للمذيعين في الإذاعة فجاءني الاتصال لذهاب إن أمكن إلى معسكر الجيوان تفاجأت طبعا ليش معسكر الجيوان وإذاعتنا أنا ما أدري قال العراقيون احتلوا الإذاعة ودخلوا البلد ما عندنا إلا إذاعة ولا أدري إنه في إذاعة سرية في الجيوان الجيوان معسكر طبعا سدعوك بشكل مفاجئ مفاجئ إيه أصلا ما أدري أنا ما أعرف إنه فيه شيء صبح يعني يعني قاعدوني من النوم فطبعا ذهبت إلى الجيوان ووجهوني إلى أنك أنت تتوجه إلى الجهة الجنوبية من المعسكر لأن العراقيين يحاصرون كانوا متواجدين يعني كانوا حاصرين من الجهة الشمالية من عند المستشفيات فتذهب أنت من شون قدرت توصل إلى الجهة الثانية عادي مشيت وما أحد اعترضني يعني حتى دوار العظام كان شفت سيارات ومرور وعسكر وكنت تفتكرهم كويتين طرعوا مو كويتين طرعوا عراقيين لكن ما أحد وقعه ما أحد ما أحد اعترضني ما أحد اعترضني لما جيت البواب الجنوبية وجدت الأخوان عن طريق الأخ كان يوم يمكن نقيب أو رائد الأخ العزيز الغالي عوض متوطح كان دازل لناس عند الباب عشان يأخذوني طبعا أخذوني إلى التوجيه المعنوي التوجيه المعنوي عند الأخ عوض والدان للإذاعة الإذاعة عبارة عن غرفة كيربي كبيرة وفيها استيديو صغير بسيطة وأشرطة والأشرطة تعالوا خلنا نشوف الأشرطة ما فيها يعني بيانات هي كلها أغاني وطنية وتدري الكويت قبل أغانيها الوطنية أغاني فراحية وعياد وطنية ما فيها يعني تتلاءم مع مثل هذا الوضع مثل الحرب فكانت الوضع يحملني أكثر مسؤولية يطلع صوت الكويت ولا الكويت يهي لم تبلش البث أبو خالد بالبداية في نفس اليوم الثنين ثمانية تذكر في أي ساعة تقريبا والله أنا ما أذكر يمكن الساعة سبعة سبعة ونوص ثمانية أنا ما أذكر بس كانت كانت الإذاعة يعني حسب ما عرفت أنها عن طريق تشبت يعني عندما تم احتلال الإذاعة يمكن بحدود الساعة ستة وربع صباحا كان النشرة موجودة يعني دخلوا على المذيع الأستيديو أعتقد أعتقد كان الزميل محمود صقر دخلوا عليه في الأستيديو ونقطع البث حولوا البث من كان وزارة الإعلام إلى الجيون لا إلى تشبد إلى تشبد ما في أحد بالجيون يعني فكان زميل أعتقد موظف اللي كان بدأ بالمنداء الكويت تناديكم الكويت والغزو يعني حسب كنت تحملوا الرسالة المعينة بخالد صحيح كانت الرسالة المهمة طبعا الكل تفاجئ الكل مصدوم الكل ما عنده القدرة على أن يستوعب اللي قاعد يحصل عشان يخطط ويوجه وضع ويوجه رسائل الجميع مصدوم الكل مصدوم لأن لم نكن نتوقع أن يحصل ما حصل يعني على الأقل على الأقل نحن صح في نوع من التوتر كنا نتوقع أنه ممكن تصل عند الحدود وبعدين يصير تفاوض مساء عفون بخالد يعني أنت تلقيت الخبر بشكل مفاجأ وأيضا يعني كلمني عن مشاعرك وشون قدرت اتمالك نفسك يعني الدولة والوطن محتل وتلقيت الخبر بشكل مفاجأ وأيضا طلعت حق الناس على الهواء مباشرة أيضا بشكل مفاجأ شون قدرت اتمالك نفسك بقول أن ما إحنا مصدومين وإننا متمالكين أنفسنا يمكن نزيد شوي ويصير فيها نوع من الكذب لا مصدومين وأنا من البيت إلى أن وصلت للستوديو وأنا في حالة أخرى ليس مستوعب اللي قاعد يصير لكن عندما بدأت البث اختلف الوضع لأن ما يصدر؟ اختلف الوضع لأن أنت تتحمل مسؤولية مسؤولية اليوم الوطن والإيصال الرسالة للشعب الكويتي إيصال الرسالة للعالم اليوم كلها مسؤوليتي في معسكر الجوان الدولة كلها تعطلت الشعب الكويتي يبي يسمع العالم تبي تسمع بيعرفون شنو اللي قاعد يجري يبي يسمع رسالة طبعا أنا ما أعرف شا قاعد يصير برا نحن ما نعرف ولا فيما عندنا شي نعرف لكن نعرف أن لا بد أن نبث روح العزيمة والتكاتف والصبر والتحمل والشجاعة في قلوب المواطنين كانت مهمتي أني أرسل رسائل التكاتف والتلاحم ومواجهة الغزو كانت رسالتي للكويتيين أن هذا الغزو يمكن يوم يومين شهر شهرين ما يمكن أن يستمر الغاز ما حد عرف ما يمكن يستمر الغاز بغزوة في النهاية الحق لا بد أن ينتصر أصمدوا تكاتفوا تعاونوا التفوا على شرعيتكم الممثلة في تلك الأيام بالمرحوم الشيخ جابر الأحمد رحمه الله وولي عهد في ذلك الوقت المرحوم الأمير الوالد الشيخ ساعد العبدالله كانت الرسالة محصورة في بث روح القوة والعزيمة والتكاتف بخالد هذه كانت الرسالة الموجهة للشائب الكويتي لرفع معنوياتهم ورسائل إيجابية رسائل خلنا نسميها طمأنينة اطمم قلوب الكويتيين على الوضع العام والشكل العام للوطن وما يمر فيه ولكن كانت لك رسالة أيضا كنتوا توجهونها من خلال إذاعتكم إلى الغزوة العراقية شنو فحوى هذه الرسالة كنتوا توجهونها لا هو الغزوة العراقية يعني كانت رسالتنا يعني كيف تخونون الجيرة كيف تخونون الأخوة كيف تخونون الدين كيف تخونون العروبة لكن الرسالة الأكبر لأن هذا هو غزا يعني مهما بعت من رسائل هو الجرم حصل ومستمر فيه لكن كانت الرسالة الرسالة الثانية بعد الرسالة للشعب الكويتي كانت الرسالة خاصة للأمة العربية بقدر استطاعتي كنت استرسلت في عطاءات الكويت للأمة العربية القضية فلسطين لكل ما يجرح هذه الأمة لكل قضية عربية الكويت كانت من أوائل الدول هل مخالد هذه الرسائل التي كنت توجهونها ساهمت بشكل إيجابي باعتقادك والله بعد ما طلعنا طبعا نحن في يوم هذا يوم الذي هو يوم الخميس لا نعلم ما الذي يجري بره لكن عندما طلعنا لا صار في فعلا في تجاوب قد تلعتوا من الإذاعة السرية السمرت يوم واحد عدل يوم واحد لا أقل من يوم أقل من يوم يعني نحن بالذات بالجيون لأنه بدأ القصف بشكل كثيف على الجيون كان عندكم خبر صح؟ خبر عن شو؟ أنه رح يتم القصف أو محاصلة لا لا القصف هو موجود حتى يوم أديش كان في قصف القصف موجود بس خوفنا من أن وتساقط القذائف يميننا ويسارنا على فعذا الخلاق تطلعون وتتجهون بقينا في مكاننا لكن خوفا أن تنزل قذيفة على الستوديوين قطع الإرسال فجأة فضلنا أن نعيد البث مرة أخرى لتبت خوفا من لا وقال إرسالنا موجودين بس قعدنا بدون شغل بس خفنا لأن صارت القذائف باستمرار تساقط حتى أن بعض القذائف اخترق المكتب اللي حنا فيه الستوديو اللي حنا فيه والخطوة اللي بعدها شلي صار وين اتجهته الخطوة اللي بعدها طلعنا يوم الجمعة كانوا الأراقيون محتلين للمبنى وموجودين عند البوابة طلعنا سلامات ولا ما أحد تكلم عمال يعني يعني حتى أذكر أنا عندي هوية وعندي بطاقة فتركتهم خشيتهم في الأرض وطلعنا عمال قلناهم عمال بالشي اسمه وما أحد أهمه ولا أسأله ناصب بس بعد ما صرنا نستمع للإذاعات نتابع التقارير الأخبار في التلفزيونات المحطات العالمية بدأت بدأ العالم يتحرك بدأت الأمة العربية تتحرك وتعلن عن اجتماعات طارئة للجامعة العربية واللي حصل عاد من قرارات بخالد يعني بعد ثلاثين سنة من هذه الذكريات بكل صراحة هل تم تكريمكم بالمشاركين في الإذاعة السرية إذاعة صوت الخليج الإذاعة اللي كنتو في بحدرية وأيضا إذا ما خاب ظني في الدمام أو الرياض شوف شوف التكريم طبعا الإعلام الكويتي كانت عطاءات كبيرة أيام الغزو من يوم الغزو إلى السبع تشهر الكاملة إلى أيضا بناء الإعلام الكويتي مرة أخرى كانت عطاءات كبيرة رغم الإمكانيات الصغيرة والضعيفة لأن يعني ما كان الإعلاميون والكويتيون يديرون الإعلام الكويتي من إذاعة وتلفزيون بشكل كامل قبل أيام الغزو عندما حصل الغزو أصبحت مسؤوليتهم ودارة هذا الإعلام بشكل كامل لكن عطاءاتهم سواء في الإذاعات السرية واللي خارج من الخفجي إلى أبو حدرية إلى الدمام إلى رسالة تلفزيون الكويت إلى القاهرة أيضا كانت هناك إذاعة للكويت في القاهرة كان العطاء الإعلامي الكويتي كبير رغم الإمكانيات المتواضعة قد يكون ما كان يرضينا بشكل المطلوب لكن كانت الإجتهادات أيضا كبيرة من الشباب الإعلامي الكويتي تأتي إلى عملية التكريم ما أعتقد أن اللي عطى وقدم للوطن أن ينتظر التكريم ما كان أحد ينتظر التكريم هو واجب وقدمنا التكريم اللي استحقه بشكل صحيح هم الشهداء اللي قدموا أرواحهم للكويت وأبناء الدور اللي قمتوا فيه بخالد العيقة الأهمية قدينا واجبنا لكن هلكرموا الشهداء وأبناء الشهداء اللي قدموا أرواحهم من أجل الكويت والشغلة ثانية التكريم تذكروني يمكن سنة 1917 أو 1918 يعني بعد حوالي أكثر من 27 28 عام تذكروا أنه يعملون تكريم وكثر خيرهم بعد 28 سنة صار خلاف حسب ما أسمع أنا ترى أنا يوم مو موجود بس حسب ما أسمع أنه صار خلاف أنه يكرمون الإعلاميين في الإذاعة السرية وطبعا حطوا لكل الإعلاميين اللي في القاهرة واللي في الدمام واللي في الحجرية صار فيه اعتراض من الأخت سلوى حسين ليش وكانت محقة باعتراضها طبعا الكل استحق التكريم ما في ما في شك لكن شنو نوعية هذا لكن لكن في اختلاف إن هل أن إن إن إذاعة السرية إذا أنتم تكون إذاعة سرية فالإذاعة السرية هي اللي بجيوها الإذاعة السرية هي لي بيت توفيق اللي قبل شوي توفيق الأمير الأمير ومع الشباب هذه إذاعة سرية أيضا لو قلنا تلفزون سرية ممكن التلفزيون السرية اللي كانوا فيها الشباب في استيديو الدسمة هذا سري وخطر لكن عندما ذهبنا إلى الخفجي ما كانت إذاعة سرية كنا في دولة ومستقلة ومحميين وحراش ومن الخفجي إلى بحضرية ومن بحضرية إلى الدمام وبعدين فتحنا حوالي ساعة أو نص ساعة رسالة الكويت في الرياض رسالة تلفزيونية وبعدين صوت الخليج إذاعة أسكرية للحرب النفسية للجيش العراقي مع لم يكانوا سعودين بخالد كلمني عن القصيدة اللي قلتها حنة فداية البلد كلمني فيها عن توقيتها ومتى قلتها بالضبط أنا قلتها أول ما دخلت الإستيديو الإذاعة السرية في الجيوان اخترت على بالي وكنت يعني كيف أوصل الحماس للكويتيين هل أرتجي الكلمة فما وجدت أفضل من قصيدة المرحوم مرشد البلدان إني أقولها وإني أقولها بالطريقة اللي أنا قلتها فيه محينا في داية البلد فأول ما قلت هنا الكويت طرت علي وقلت هذه أفضل كلمة يتشجع فيها الكويتيين وترتفع عزعمهم هي هذه الكلمات أفضل من كلمات أنا ممكن أرتجي لها كمذيع نعم أبو خالد يعني أمانة الحديث معاك جدا شيء ولكن إحنا وصلنا إلى ختام فقرتنا معاك إذا بالإمكان تقدر أو نقدر نختم فقرتنا معاك من خلال هذه القصيدة حنا في داية البلد بس الصوت يعني ما يساعد اللي يطلع منك الله أعطيك العافية ومو حافظة كلها طبعا حنا في داية البلد حنا في داية البلد والدار تشرح علينا وقتالي وزمن بين تباشري بالسعد تباشري بالسعد يا دارنا يا الحبيبة غصبين على المعتدين كوباني يا منقعد كوباني يا منقعد لا طاوحنا العذارة بصوت يا الطيبين الله أعطيك العافية من خالق عساك ذخر والله يطوله بعمرك إن شاء الله شرفتنا ونورتنا ومشكور على تلبية هذه الدعوة وإن شاء الله لأنها لقاءات متجددة إن شاء الله الله أحفظكم مشكورين وعلى هذا اللقاء وعسى الله يجعل الكويت دائما دائما بأفراح وعسى الله يحفظها وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ بلادنا ويحفظ أميرنا بحفظه ويحفظ سموه ولي العهد الأمين بحفظه ويحفظ شعب الكويت ويديم علينا هذه الأيام المباركة ويحفظنا متكاتفين متلاحمين لنعمل لعزة الكويت وتقدمها بمشأتنا شاهدنا الكرام وصلنا معكم إلى ختام الفقرة والجزء الأول مع ضيفي بو خالد الأسلاذ الإعلامي فريح لعنزي ناخذ فاصل ومع ضيفي القادم الوزير الأسبق سامي النصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر